السلام عليكم أخوتي واشارككم لابس بخير نبدأ مع الميركاتو نبدأ الفيديوات في الميركاتو هذا كل الأخبار على اللاعبين نعم كما ترى في الفيديو سنتحدث عن فارس شايبي لأنه يقترب من أي طرق فرانكفورت نتحدث عن هذا الموضوع ونجيبه المصادر وستخدمي ثانيك على وسمه اي تنوري قالوا لي واشكاش خبار عليه دخلت حوص بو ما تعمق بزاف ولكن ما لقيت يعني واش لقيت غير صفحة هادية التاعهم هادية عندها أسبوع من اللي داروها على كلها تقول لك يعني ويلفر هامتون ما راهم دايرين اي تنوري للبيع هاي اللي كنترجموها باش ندخلوا بو راحنا العنوان برك على كل حال لان ما كانش زع ما سوق ولا اي كيب ولا راي رايح ليها ولا ولا فبعا ندخلوا في الموضوع راكم تشوفوا قل قد يعود بيع رايان اي تنوري لمطاردة الدياب قبل هاي اللي قبل اسبوع داية قال لك ارتبط رايان اي تنوري اليوم بخروج من الدياب فهو احد اللاعبين حسب يعني هذي تيلي غرف هذي وفقا للتقارير تيلي غرف هذي فهو احد اللاعبين القلائر من الفريق الذين يمكن بيعوهم في محاولة لتحقيق توازن بين الكتوب يعني قال لك ويلفر هامتون هم ممكن جدا رمحبين يبيعو اي تنوري دوك على الماناجر اي تنوري لاعب عالمي لاعب عنده مستوى عالي مع المدرب هذاك ما اعطاه لك فرصة اي تنوري لان اصلا مكانش يحطوا في الاحتياج مكانش يحطوا حتى في القائمة يروح يشوف نادي واحد اخر انا ماذا بياه فرنسا لان اللاعبين انتوا نحن مدهبين اقاعي خرجهم فرنسا لذلك باش نتكلموا على شايبين نتكلموا معناني في المستقبل معناني مزاس غير بسح يقدر يزيد عام مع الناس والعام الجا يروح على كلها اذا لقى كاشنادي في ألمانيا غير يروح على كلها بس اشتطلقوا اسمهم الناس العلم عند الله فعلى اي تنوري انه يروح يشوف كاشنادي في انجلترا عنده مساواه يقدر يلعب باش يبدأ كما قولوا التحديرات مع النادي جديد بتاعوا هذا لازم ينافق زمن وملضق باش يلقب باش يبدأ تحديرات تاعوا مع النادي جديد هذا كي يبدأ كي يخلص السوق الانتقالات ويبدأوا اللاعبين يعودوا التغريبات وهذاك هذه الفترة المهمة في السنة انه البداية تحديرات مع النادي تاعوا باش يبدأ يشت بلاصو مع النادي جديد لان نسحقه في المنتخب الوطني الجزائري بو نبدأ الموضوع شايبي هاي لك جبنا راكوا تشوفوا الهناية ترانسفير مارك تراهي دايرا انتقال شايبي الى فرانكفورد 49% يعني في تصاعد يعني 49% راح ينتقل فرانكفورد نجول الصفحة هادية فوسبول صفحة هادية ألمانية على كل حد اكم ترجموها ترانسفير فو أبشلوس فرانكفورد زيشارت زيش نويا أوفنسيف بلايا شبيلا يعني فرانكفورد راح يتعمل على هاد اللعب هادوك نترجموه على كل حال خير قال لك الانتقال قبل الانتهاء يعني انتقال قبل ما يتغلق من المحتمل ان تؤمن فرانكفورد لعبا هجوميا جديدا قال لك يواصل اين طلق فرانكفورد العامل ضمن فريقه للموسم الجديد يمكن ان يقدم المتأهلون الى نهائية كعس هذا العام جماهيرهم قريبا الى فارس شايبي يعني قال لك ممكن يقدموا فارس شايبي الجماهير تحهم هذا الموسم هذا اللاعب الهجومي الجديد شايبي في طريقه الى فرانكفورد كما ذكرت هذه الفيولات هذه الصفحة تابعة التولوز او صفحة كما قولوا كما وسمه سيتي اكس وكذا اللي تعطي اخبار على النادي قال لك نقلا على المعلومات هذه الفيولات معلومات الخاصة بهم فان نقل فارس شايبي من نادي افسي تولوز الى انطراخ فرانكفورد على وشك الانتهاء وبحسب التقرير فان المسؤولين في ولاية هيسن كتفوا المفاوضات بشأن جزائري في الايام الاخيرة ما ادى الى انفراج يجب ان يكتمل التغيير في الايام القليلة المقبلة في الوقت مبكر من ابريل ذكرت وسائل الاعلام الالمانية ان فرانكفورد يجب ان يتفقوا على التغيير مع شايبي الان يقال ان الاندية توصلت الى اتفاق في الموسم الماضي لاعب اللاعب البالغ من العمر عشرين عاماً مباراة لنادي الدرجة الاولى الفرنسي في هذا سجل الجانح الايسر تمانية اهداف وسبع تمريرات حاسمة مع النقد سيتمكن انطراخ فرانكفورد مرة اخرى من تأمين موهبة واعدة هذه صفحة المانية يقول لك لاعب هذا فالشايبيت ده احسن كيما قلوه شاب في الدوري الفرنسي يعني من كل الشبان من كل يطانعوا في فرنسا ده هو احسن لاعب يعني دخلوا للصفحة كان هذه الصفحة فوس بولدية تانيك تحكي نفس الموضوع اللي حكاتوا هذه الصفحة بصح اروحوا للصفحة الاصلية اللي ذكرت الخبرة هداية التداول حتى من المانيا الخطرة اللي يفات تقلق فرانكفورد ما بده السعر وطولوس حب تطلب ولكن انهم زادوا تافقوا معاه وزادوا قدموا عرضوا واحد اخر ذكرت هالصفحة هادية اللي ركوا تشوفوا فيها هادية تابعة كيما قلوه واسمه اللون تاحهم يعني تابعة لطولوس اخبار تولوس ندخلوا هاي لك ميركاتو رمدين على فارس شايبي نعب السمه ندخلوا فيها هادية نترجموها قال لك ميركاتو فارس شايبي مفاوضات نهائية قبل رحيله عن البوندس ليغا يعني تقريبا البوندس ليغا يروح للبوندس ليغا خرج لفين طروه هادية على الساعة 12 البارع قال لك ورا هي قال لك يعني معلومات لفيولانس يعني تاع الصفحة هادية فارس شايبي يقترب اكتر فاكتر من المغادرة يعني اكتر فاكتره يقترب يعني تقريبا رمي يقولو باللي مرحي ريح دوك تعطيلكم احتفاسات قولك دي جان بدو يشيره لجوار باش يعوضوا قال لك في الوقت في وقت كتابة هذه السطور لا يمكننا تأكيد ناديه المستقبلي المحتمل قال لك ما نقدروش نأكدوا النادي المحتمل او النادي المستقبلي ما نقدروش المفاوضات كاينة وقدموا عرضوا يعني مئة بالمئة ممكن يعني يحب يقولوا بنسبة كبيرة رح يروح من الضور الفرنسي ولكن قال لك ما نقدروش نأكدوا لأن ممكن تدخل اندية او هنا يعطوه هنا يارا هم دي جاي يعطوا في معلومة باللي كان اندية واحدة اخرى راهي ماشي غير فرنكفورت اللي راهي تانيك تتفاوض قال لك حتى ولو كان فرنكفورت قد قدم عدة عروض عدة مش عرض واحد عدة عروض في الايام الاخيرة ولا المبلغ المحتمل للانتقال قيل لنا مبلغا جيدا مع ذلك قال لك تعطوه مبلغ جيد يعني قال لك مع ذلك ولكن مسؤولا في الايام القليلة القادمة لم يعود راحيل فارس شايبي مفاجأة يعني قال لك يعني فارس شايبي راحيت يقول ليس مفاجأة في الايام القليلة المقبلة يعني ممكن جدا راحيلو على الفرنكفورت لان عطاوه عرض قال لك مليح عرض جيد نسموه تتقدم المفاوضات بشكل جيد ولم يعد دايمان كومولي هدايا مغلقا امام المغادرة قال لك يعني المفاوضات راحي تصير تمام مع فرنكفورت للتذكير انها شايبي للتو سنته الاولى في عالم المحترفين برقم قياسي تمنت اهداف وسبع تمريرات حاسيمة كما اصبح لاعبا جزائريا دوليا بموجب عقد حتى عام الفين وخمسة وعشرين تلقى شايبي عرضا تمديدا خلال الموسم من حتى الفين وسبع عشرين لكنه فضل عدم التوقيع عليه مما يمهد الطريق للمغادرة يعني قال لك شوفوا اللولانية اللي قال لك شايبي هذا اول موسم له كمحترف لان كان يلعب كما قلوه في تولوس على الصغار هادوكم بعد طلعوا هديرك كما قلوه للأكابير وقدم موسم رائع يعني في اول موسم كمحترف لعب سجل تمنت اهدافه وسبع تمريرات حاسمة هناك تعرف القيمة اللاعب هذا وهذا هو اللاعب اللي مريحه يعني بالماضي كي يجابه جاب لعبده مستوى عالي جدا يعني انتايا لعب حاسم قلتش أنا يتلعب لي العام كامل بس تسجل يزوج اهداف في الموسم اللولاني تقوم سجل تمنت اهداف وسبع تمريرات حاسمة في عمرو عشرين سنة الله يبارك هذه هي القوة وهذه اللي خلت الانديات تضمع لعب طلع جديد ده احسن لاعب كما قلوه في الضور الفرنسي تع الشاباب في الموسم متاعه وزيد واش قال لك قال لك بللي تولوز عرضت عليه في الموسم هذا اللي كان يلعب عرضت عليه باش يزيدوا جددون لعب تاو حتى 2017 رفضه هو محبش باش يشوف مستقبل تاعه خارج تولوز فيضطروا انهم لازم يبيعوه قال لك اذا اصبحت هذه المعلومات رسمية فستحدث طورة في مركز الجناح مع راحيل رفايل راتو وربما زكريا ابو خالل ايضا قال لك اذا راح شايبي وزيد يروح بزكريا وزيد يروح رفايل راتو قال لك يعني راح تحتد لازم يجيبوا لعبين جدد قام ابراهيم سيسوكو بالتسجيل بالفعل يعني جابوا واحد بينما لا يزال برايان لينبومبي هدفا ذا اولوي يعني رام بده ويجيب نادي تولوز بده يوجد لعبين في بلاست شايبي وبلاست عدة لعبين اللي راح يرحلوا انا نقول لكم بكل صراحة الدوري الالماني ستيلتع شايبي يروح تم يدير موسم موسمين رائعين مع اين طرح فرانكفورت تلقى في البايير تلقى في بوريسيا تلقى في الدوري الانجليزي انا ضد مشي ضد ولكن باش يروح مباشرة الى الدوري الانجليزي راه يصعيب الدوري الانجليزي كما قلوا راه فيه نجوم بزاف وزيد يبدأ يشد الدكة ويطول تسرع له كيمة محرس تسرع له كيمة بالرحمة وانما لو كان يروح الدوري الالماني يزيد يطور من روحه لان الدوري الالماني باريزم تروح يروح يروح للبايير ما رايش نقول يروح للبايير كل عام تضي الدوري يروح يعني الانديية متوسطة الانديية تلعب كما قلوا مراكز اوروبية وانديية ما عندهاش ضغط يعني يلعب بحرية ويروح تما يضمن بلاس ويلعب أساسي يتم الانديها دية كما قلوا المتوسطة في ألمانيا تعطي فرصة للشباب لماذا تعطي فرصة للشباب لأن حتى شاي بهذا كيرام جايبينه ما رايش جايبينه باش كما قلوا يولي نجم عندهم وميبي اوه شرام جايبينه تبزن يسلي اللي ظالموا يروح يجيبوا لعيبين تعشرين 18-19 سنة من فنوصات دائما وابدا يدوروهم عندهم عام عامين ثلاثة ويبيعون الانجليز ويبيعون الريال ويبيعون الريال 150 مليون 140 مليون 80 مليون 70 مليون هذه هي ألمانيا فرانكفورد راهي طاحت على شايبي لأنه أحسن لعب وتبعوه بزاف حبوا يدوروه 7-8-9 ملايين يدوروه عام عامين معهم يضطر تكتبه ومبعدة جيل اندييا جيل اندييا من ألمانيا كما قلوا سومة 30 مليون 30 مليون على حسابه اذا كان يقير موسمين خرافيا واسموا استعع في ألمانيا فاللاب هذا ممكن يتحول ب60 70 80 مليون هذا على هذي نتمنى يروح نتمنى الصفقة وهذه تنجح أحسن من يروح للدوري الإنجليزي أو يروح للدوري الإيطالي أو يروح للدوري الإسباني يروح للألمانيا كما جعل لائبين يروحوا للألمانيا وبدوا يتبعوا بمبالغ خيالية إلى الدوريات القبرى ما نطويش عليكم خوطي وكاش جديد ما نبخلش علي خوطي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام موسيقى